وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 503 قضايا تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 139 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 13 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 126 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 727 قضية من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن و139 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط خمس قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 25 طن أقماح محلية اشتركوا في القناة